اشتركوا في القناة الله ارحمهم كانوا بيقول هذه الكلمتين وقت العبور الكلمة الاولى الله اكبر الكلمة التانية تحيا مصر ودائما تحيا مصر بكل اهلها المحبين والمشاركين في الخير مع ابواب الخير النهاردة نتكلم عن التجارة مع الله انها من اربح التجارات فقد اخبرنا سبحانه وتعالى عن ان هذه تجارة مع الله حينما يريد بها المؤمن رضى الله انها تجارة ربحة وان جزاءها هو الخير في الدنيا والاخرة يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم صدق الله العظيم صورة الصف الايات رقم 10 و11 من هنا ينبغي على الانسان ان يراجع نفسه وينظر في مسعاء في هذه الحياة والدنيا وفي دجارته اللي ان شاء الله تعالى نتمنى انها تكون رابحة بيشرفني وسعيدني ضيفي فاضلة الشيخ ابراهيم الدسوقي من علماء الازهر الشريف منورنا فاضلتك واهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا وسهلا بحضرتك وايام كلها انتصارات في على مصر واهل مصر لانه ما زال حرب اكتوبر هو النصر الوحيد الذي ازهل العدو وزلزال كيانة وحطم كبرياء بقرار من جمهورية مصر العربية ورفعت جمهورية مصر العربية او مصر رفعت راية العالم العربي والاسلامي كله لانه لم يدخل احد مع اسرائيل الا وباء بكذا وكذا وكذا الا حرب 73 ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا النصر فيها وصدق الله إذ قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وكان النصر ده لانه الرئيس السادات رحمة الله عليه وكل قواد الجيش المصري استعملوا سلاح غير معروف في الحروب سلاح لا يخطئ سلاح لا ينتظر له ادوات استبدال او زي ما بيقوله قطع غيار لانه مركة مسجلة المركة دي ازهلت العدو وزلزلت كيانه لما قال الجنود المصريون اطلقوا هذه القذيفة المدوية الله اكبر الله اكبر فلم يشأ العدو ان يجد يعني خلاص لم يجدوا فرارا الا في الفرار يعني ما لقوش حل الا ان هما يجروا قدام الجنود المصريين والحمد لله كتب لنا الله النصر اما من استشهد فله النصر ايضا لانه قابل مولاه وسيكتب الله سبحانه وتعالى لهم في اول دفقة تدفق من دمائهم رائحة مسك اولا ثم مغفرة لزنوبهم كفاهم انهم لا يغسلون ولا يكفنون وانما يدفنون هكذا في سيابهم مكانة عظيمة للشهداء في الجنة باذن الله از اوحى الله تعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم لم يكن في الجنة لم يكن في الجنة اذا هم لهم حياة عند الله افضل من حياتنا وسيظلون ابدا الابدين لهم فضل على كل مصر اتى بعدهم لانهم كانوا السبب في رفعة هامتنا ونسأل الله ان يستمر العطاء في جمهورية مصر العربية جيش وشرطة وامن في كل الاحوال وان يؤمن الله رسالتنا وان يرفع عنا الله الوبى والغلى والربى اللهم امين يا رب العالمين في ظل الكرآن الكريم وفي ظل سنة سيد المرسلين وفي ظل السياسة الحكيمة والقائد العظيم الرئيس عفتاح السيس ربنا وفقوا ويكرموا ويكرم حقوية مصر وشعب مصر دائما تحيا مصر علي وما احوجنا اليها في كل العصور فضلتك نروح لأبواب الخير والنهاردة نتكلم على التجارة التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى كيف نستثمر هذه الايام في ان نتاجر فيها طالما هي مضمونة المكسب اننا اضاعف 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 المكاسب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما نزلت قالت الملائكة نزل الامان على امة محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما تليت على مريض الا شفاه الله وما تليت على طعام الا وجعل الله فيه الكثرة والبركة بها ملك سيدنا سليمان وبنصفها نجى الله نوح بسم الله الرحمن الرحيم الباء بهاء الله والسين سناءه والميم ملكه والله علم على الذات العلية والرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الدنيا والاخرة معا بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن الكريم في صورة الصف الايات 10-11-12 في الصفحة اللي على ايديك الشمال صفحة 552 في القرآن الكريم لأن الكرآن الكريم كله 604 صفحة عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا النداء لمن؟ للذين آمنوا هل أدلكم على سؤال تقريري مش سؤال استفهامي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذن هذه التجارة الذي يوصينا الله سبحانه وتعالى بالعمل فيها والانضمام تحت لوائها وكتابة الأسماء للمؤمنين المخلصين التجار الصالحين أنهم يخشوا في بند التجارة مع الله سبحانه وتعالى فكل ذي عقل أريم وكل ذي قلب فهيم لا بد أن يشترك في هذه الشركة لأنها شركة قائدها هو الله والرابح فيها من يشترك فيها وهو من يتاجر مع الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله النار والعياذ بالله بئس المصير صحيح بئس القرار النار قال فيها الأثر لو فتح فيها ثقب إبرة وتنفس ملك من ملائكة النار على الأرض ما أنبتت خضراء والعياذ بالله فكيف تستطيع أن تتحمل هذا العذاب يوم القيامة لكن أمامك فرصة أن تتاجر مع الله لأن التجارة مع الله أول نتيجة حتمية لها تنجيكم من عذاب أليم صحيح إذا لا بد أن نفعل معا دراسة جدوى للتجارة دراسة الجدوى هي الأول التجارة بالمال أولا ثم بالنفس تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم قدم الأموال على الأنفس بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا ما دخلنا للعمل ودارت ماكينات التجارة بيننا وبين الله خد بقى العطاءات الربانية لحضرتك وللسادة المشاهدين والمشاهدات ولكل من يريد أن يتاجر مع الله كاللي بالك اسمع مني الكلام ده النهاردة مش هتسمعوا اللي في أبواب الخير صحيح شيء غبرهي اسمع حضرتك مني كيف تتاجر مع الله طب هتاجر مع ربنا خلاص أنا آمنت بالله ورسوله وجاهدت في الله بأموالهم وأنفسهم طب هعمل إيه ذلكم خير لكم مثبوت لك أنك من خير الناس لأنك أنفع الناس لأنك تنفع الناس لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال أنفعهم للناس ولذلك أثبت الله تعالى الخيرية لمن يتاجر معه سبحانه فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون النتائج إيه هربح إيه بقى من ربنا لما تاجر معاه يغفر لكم ذنوبكم الواحد يوم القيامة حضرتك محتاج حسنة وحدة من ربنا الأب يوم القيامة هيجري وراء ابنه ويقول له يا ابن يا حبيبي أنا اللي ربيتك وأنا اللي كذا وأنا اللي كذا وأنا اللي عملت وأنا اللي صرفت عليك وأنا اللي جوزتك وأنا اللي سبتلك مال عاوز منك حسنة وحدة الإبن يقول لي لابوه إني أشتكي مما تشكو منه الأم كمان هتروح لبنتها وهتقول لها عاوزة حسنة تقول لها يا أماه إني أشتكي مما تشكين منه طيب أستاذ فضلتك نتوقف بس ونكمل التجارة مع الله بعد هذا التقرير في جولة لمؤسسة فعل خير ونشوف التجارة الصحيحة من خلال أبواب الخير نشوف معكم البيض ده ربنا يكرمهم يا رب ويزيد ومعامر قويات للبلك كله إحنا نستعبانين بني أريحين المشوار لقينا البلد ده قدامنا بني زن نشرب منه نقصلي وشنا منه ونفضى منه يا بشر المشروع الأممية ده الله يديكم الصحة نفع الناس كله صراحة وكله بيجي يشرب منه يعني صراحة خير يعني والله يرحم اللي عامله يعني بسم الله ما شاء الله وأنا ماشي كده لقيت مياه حلو بسم الله لا يرضى عن اللي عمل كده سوف أحيو عند الله إن راحت عند العبد مش هترو عند الرب هي مش هترو عند الرب أنا مبسوطة من اللمية اللي جاتنا دي لحد البيت ورب نسلح حاله غايبين لنا اللمية لحد البيت والحمد لله شعور جميل قوي ويا رب يخلكم وينصركم يا رب ويقويكم ويجعلكم منفعالين الخير دايما مبسوطين الحمد لله الحمد لله ربنا يحفظ عليكم كلكم يا رب ويصر عليكم مكان ما تمشوا حفظ عليكم الحمد لله رب العالمين ده وقت اللي احنا بشير على الطريب يلاقي الماء ينشرب منها والماء الماء دي بتزرع بتسئل حيوان والله يرحم اللي عمالة ويسمح اللي عمالة ويدلي اللي عمالة ويديه اصلاح حول عادة والأول أول حاجة فادنا فاد المنطقة كلها في الشرب وكل حاجة والله يبارك له اللي عمله يصر عليكم يرزق ويحنن عليكم طعمتونا يرزق ويا رب يديكم يديكم ما يعليكم كمان وكمان يا رب طعمتونا اللي أمي الحلو يرزقكم يحنن عليكم يرزقكم كمان وكمان ويعليكم كنا محتاجينه كتير ونشكر الناس دي كنا بنتشغلين على الترمبا وركبيننا البير الله يجازهم والله خير وكده بنشكرهم جدا والله يا رب أنا هيزيدكم الخير ويسترها معاكم ويتعيش وتعمل كمان حاجات هذه السعادة لا تعادلها أي سعادة في الوجود اللذة هذه والسعادة هذه لا يعرفها أبدا في الحياة إلا من جربها جميلة الفرحة فضلتك وأنا كمان الزغلوطة حلوة عشان خاطر تتناسب مع ذكرى العاشر من رمضان يعني الأمور كلها مفرحة لله أنا فرحاتهم أبكتني لأن الناس دي أصلا ما كانش عندهم مياه خالص ويعني حبينا أنه الشغل في رمضان يبقى شهر الخير وشهر البر وشهر المعروف وشهر الإنفاق وشهر الإصار وشهر العطاء شهر ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه أكازيون للحسنات الحسنة مش بعشرة يا جماعة الخير الحسنة مش بعشرة الحسنة بسبعمية ويضاعف الله لمن يشاء ألم يجعل الله تعالى الفرض بسبعين والسنة بفرض شهر النبي عليه الصلاة والسلام من أدى فيه فرضا كانك من أدى سبعين فرضا فيما سوى ومن أدى فيه نفلا كانك من أدى فرضا فيما سوى لأصحاب الأبار أنهم لازم يفرحوا أصحاب الأبار لازم يفرحوا بصدقتهم تدر الحياة وتنزل الحياة في الأماكن اللي هي موجودة ولما تيجي واحدة ست زي ما شفت حضرتك أمهاتنا بتدعي لنا سبحان الله من 55 سنة ل85 سنة كلهم قاعدين حتى أمي الكبيرة الجميلة وهي قاعدة بتقول إن ضاعت عند العبد مش هتضيع عند الرب عشان كده دايما بنقول التجارة مع الله رابحة بنسبة 1000% عشان أفرح أنا 2000 بني آدم يشربوا كابد رطب عطشان عشان أنا فرحه يبقى بـ 30 ألف إحنا أغلب الأبار اللي شفناها أو الميا محطات دي كانت في بني سويف دي في بني سويف في بني سويف وفيه أبار نوح تاني اللي هو بأبار تخزين في مطروح وأيما كان سواء كان في بني سويف أو المينيا أو مراكز الصعيد أو مطروح البير بـ 30 ألف جنيه عملناه أسهم السهم فيه 5000 جنيه أنا بقى بقول حضرتك للراجل اللي هو شرب ميا لازم تفرح للراجل اللي فحت البير لازم تفرح الراجل اللي دفع فرحته هي الأولى مش الأخرانية حضرتك اللي بتستفيد الأول أنت اللي بتستفيد هي فرحة المتصدق اللي بيتاجر أكبر من المتصدق هو اللي بيأخد كل حاجة أنت بيجيب الكلام ده مني يا عم ده أنت جيت وخدت مني 30 ألف طب تعالى بقى أنت تجرت مع الله بيهم ولا لا آه تجرت مع الله يبقى ينجيكم من عذاب أليم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طب وهيديني إيه كمان ربنا أنا طمعان في كرم ربنا كمان يغفر لكم ذنوبكم زي ما كنا بنقول حضرتك قبل التقرير إن الحسنة الوحدة أنت محتاجها الحسنة الوحدة أنت محتاجها أنت دلوقتي ما عملتش حسنة ده أنت عملت بير وهب الحياة لناس طول الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي سقيتهم على ضمأ وسيسقيق الله من حوضه الشريف شربة من حوض النبي الشريف شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا يغفر لكم ذنوبكم مش هتلاقي ذنوب خلاص صفحة بيضة بعد الزنوب ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا يوم القيامة حضرتك طول خمسين ألف سنة يوم القيامة يوم الحصرة والندامة يوم الحاقة يوم الصاقة يوم الزلزلة يوم الطامة اليوم الطويل ده لن ينجو منه إلا من أراد الله له النجاة يتمنى لكل يوم القيامة الانصراف ولو إلى جنة عاوزين نمشي يا رب من طول اليوم ده طب انت انت بقى ده ربنا سبحانه وتعالى قضى عليك بالموت عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة هتكون انت يقول لك تعالى في عملية فرزة وتجنين انت تجرت مع اللي تجروا مع الله دول يجي النحياتي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري عد معاك هناك عشان تنجوا من عذاب النار هنا هيغفر لك ذنوبك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار طيب انا هخش الجنة بقى اعود على كرسي كده في حتة واسعة ولا اعمل اي لا وما ساكنة طيبة في جنات عد بيت كامل بيت كامل المسكن الطيب عبارة عن لقلقة لقلقة مجوفة يمشي السائر في ظلها مسيرة ألف عام يا نهار ربي ليه كنت للمتصدق للواحد للواحد ايوة ليه كنت عشان تجرت مع ربنا نعم طيب البيت ده انا هخش بقى البيت الواسع ده ده عاوز ناس كتير عشان يخدموا فيه ما تقلقش ربنا مدل حضرتك سبعين من الحور العين سبعين مش اعلق على الموضوع ده فرموضة سبعين من الحور العين نازل مجاوزين فضلتك سبعين من الحور العين الحوراء قالوا فيها لو ان حوراء نظرت من الجنة في ثقب ابرة على اهل الارض لا سبت الرجال جميعا كل الرجال هيمشوا بدروشين كده من لزت ونشوت جمال الحوراء حضرتك هيبقى عندك سبعين قالوا ان هي بتلبس سبع اثواب سبع اثواب ومن شدة جمالها يرى مخ ساقها من فوق سوبها تشوف المية اللي مشيه في عضن الساق بتاعها من فوق السوب يا ما يستهلوش يعني كل ده في تجارة مع الله كل ده في التجارة طيب هو الكتير جدا يقولوا انا بتاجر عشان الاخرة ولكن ما يدركوش جمال وحلاوة وبركة الدنيا انه هناك فوقت كثيرة جدا لها دي تجارة في الدنيا من البركة والرزق والحفاظ والحفاظ على النعمة والصحة الى اخره من الانعام اللي أنا علينا الله سبحانه وتعالى جدا جميل ملمح من حضرتك جميل الله يحفظ انا بس هخلص له بصورة الصف وبعد كده نتكلم بقى فيه في الدنيا طب هي فيدتها ايه في الدنيا احنا قدامنا قاعدين اولا الوقت راح لا لسه موجودين لسه موجودين ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في السادة المشاهدين ومشاهدات الجميل عشان نمتع اكتر سادة المشاهدين يبقى ومساكنة طيبة في جنات عد حد عاوز اكتر من كده فربنا قال ذلك الفوز العظيم انت مجرد ان تنجو من نار جهنم مجرد ان تمشي على الصراط مجرد ان تعبر على الصراط مجرد ان تمر على حوض النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ان تشرب شربة هنيئة لا تضمأ بعدها ابدا مجرد ان تدخل كتفك في كتف النبي الجنة الله هتخش الجنة حتى لو ما معكش إلا ثمن البير انت من الفقراء نعم نحن كلنا فقراء الى الله كلنا يحتاج السطر من الله فنحن فقراء انت من الناس ام لا انت من الناس قال الله في فاطر يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد طيب بما انك من الفقراء ستدخل الجنة مع رسول الله قبل الاغنياء بنصف يوم مش بساعة ولا دقيقة بنصف يوم انا سامع واحد دلوقتي بيقول لي بس ابقى من الاغنياء وبلاش نص اليوم ده تعارف حضرتك عارف حضرتك نص اليوم ده قد ايه خمسين الف سنة نصهم قد ايه ميتين وخمسين الف لا يستحقوا يستحقوا ان انا تاجر مع الله ويستحقوا ان انا خش الجنة كتف في كتف سدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفوز العظيم بس لا ربنا عجبه حبيبه وربنا هيدديهم حاجات اكتر من كده ايه بقى واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب طيب استاذ انفضلتك نتوقف لسه معنا الوقت ومعنا لسه تقارير هنشوفها دلوقتي هنشوف تقارير تاني لمؤسسة فعل خير وجولة اخرى للتجارة مع الله كيف تكون واين تذهب نشوف التعليل شعر برحق لبيت معايا خمسعيات جوزة ومدرش نام مبرر اللي لما ربنا رزروه زيما انشابتك لك مسعالة عليها انشغالة عليها عذابت تساعدين جساق تساعدينك اللي حكي بيه حتيت راعدة تساعدينك سواه معاشغات ربنا موسيقى 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 برسالة من ربنا تبارك وتعالى لحضرتكم برسالة ربنا تبارك وتعالى بيقولك ان لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله موسيقى 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 زيما انت شايف كده الثمسل الغطيانا وربا اللي الغطيانا عيانا بيش قادر يعلّمه جزم الشغال أرزالي ولا عنده أي حاجة والسقف اللي اشتاب تيجو احنا بنضامه على الأرض بيش عالدنا قطعه عارفة وزيما انت شايف كده ربا اللي مغطل السقف وزيما انت شايف زيما حضراتكو شايفين بعد ما جينا المسافة دي كلها ووصلنا للبلد دي اللي وبنا بعتهالنا وبعتهالكو خير ورزق علشان تقفوا جنبهم ومعاهم في المعاناة اللي هم عايشين فيها موسيقى 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 عندك مشكلة او حالك متيسر دول بقا هدية ربنا تبارك وتعالى ليك الفقراء وعيالي والاغنياء وكلائك انت وكير ربنا مبروك على حضرتك الوكالة اللي ربنا تبارك وتعالى الدهالك وبعت ليك احبابه وعياله عشان تنفق عليهم موسيقى 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 لا ت manuscripts cohol grabs الموسيقى موسيقى 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 ساعدني أبو مية ترك عدد أمي ساعدني أبو الله تقدر عليك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه ساعدني أبو مية ترك عدد أمي ساعدني أبو مية ترك عدد أمي اوعوا تفوتوا رمضان والمشاهد والصور اللي شفناها دي ما تعديش عليكم كده بدون ما تساعدوا وتساهموا فيها وتتخلصوا صحابها وتستفيدوا انتوا لأن دي تجارة رابحة فضلتك تفضل يا فندم المكان دي كان فيه كنا بنفتح الأوار كان عندنا 57 بيل عمالين بنفتحهم وبعد كده وإحنا ماشيين ده في بانسويف في بانسويف لقينا الناس بيقولوا ما تمشوش من الشارع ده إلا ما تفوتوا على الحجة فلانة والحجة فلانة الناس دول لما هتفوتوا عليهم ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم لأن هم محتاجين قوي روحنا لقينا الست والمناظر والصور اللي حضرتك احنا شفناها بالشكل ده الست التانية جزء هتوفى سايب لها تلات بنات أبوه اشتغل عليهم شوية وربنا قدروا إن الأب روحه يموت حتى هي بتقول حتى هي بتقول الراجل اللي كان بيعطف عليهم بعد أبوهم روحه مات فإذا مات الأب ومات الجد لازم البنات دول يبقى ليهم مئة أب ومئة جد فيك انتة فيك انتي انت خليك خلتهم انت خليك عمتهم انت ليك خليهم ستهم انت حضرتك لازم تكون ليك يدور فيهم محتاجين ايه مع فعل خير عاوزين حضرتك عاوزين سقف وعاوزين مية وعاوزين الست الأم دي مريضة عاوزة علاج وكمان البنات دول في عمر الظهور عاوزين نحط ايدنا في ايدين الست دي إن شاء الله حتى حد يقول أنا بتكفل بالعيلة دي أنا هديهم مثلا مبلغ قد كده في الشهر فبنتعائد معاه وبنوصلهم المبلغ ده شهري عن طريق حضرتك عن طريق حضرتك على أساس ان هم يعيشوا عيشة كريمة وخاصة ان هم بنات لو البنات دول ما تربوش تربية في قلب بيتهم طب ما يكبرهم هيبقى ليهم نفس واحد يروح يخطب واللي يقولك دفلانة اللي هي بتشحط على أولادها واللي هم بيطلعوا يشحطه واللي بيطلعوا يعمله فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على الأسرة دي على أساس انك انت تعمل لهم اللي هم عاوزينه عاوزين سقف بـ 20 ألف جنيه عاوزين مرتب شهر الناس تعيش منه عاوزين بوتجاز وعاوزين حلل ويعيشوا منها وعاوزين حاجة يناموا عليها خاصة البنات لأنه عيشة البنات أكرب كتير الولد يستحمل لكن البنات عاوزين عيشة محددة ومعينة لازم ايدينا تكون في ايدينا الأم دي عشان تمسحوا دمعتها وانتوا في شهر رمضان صحيح طيب أستاذ انفضلتك نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكو حلقتنا الياردة في أبواب الخير عن التجارة الرابحة بإذن الله تعالى في شهر الكرم شهر رمضان خليكم معنا موسيقى أهلا مع حضرتكم من جديد أبواب الخير حلقتنا الياردة في أبواب الخير عن موضوع غايف الروعة غايف الأهمية خاصة أنه في أيام فضيلة وكريمة جدا في شهر رمضان عن التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى قبل الفاصل يكلمنا عن كيف تكون مكاسب هذه التجارة في الأخيرة جاء وقت الدنيا وهو الوقت بعض مننا كتير خاصة في الأيام دي بيحلم بإنجازات اتحقق أو نجاحات أو توفيق اتحقق أو شفاء عاجل إن شاء الله يا رب يتم فضلت الشيخ اللي نورني فضلت الشيخ إبراهيم الدسوي من علماء الأزهر الشريف وقت الحديث عن التجارة ومكاسبها في الدنيا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله كلنا محتاجين إن ربنا يوقف معنا كلنا محتاجين إن ربنا يفتح لنا أبواب الخير كلنا محتاجين إن ربنا ينصرنا على مشاكل الحياة وعلى عقد الموجودة في الدنيا كلنا محتاجين إن ربنا ينصرنا على الكرب اللي احنا فيه ينصرنا على المرض فيشفى اللي احنا فيه كلنا لا يبغي إلا نصر الله سبحانه وتعالى ومن نصره إلا من عند الله لو أنت خايف من جارة مين اللي هينصرك ربنا لو أنت خايف من المشوار ده هو إنه ما ينقضيش مين اللي هيقضيه ربنا لو أنت خايف على مستقبل ولادك مين اللي هيسطرهم ومين اللي هينصرهم ومين اللي هيجبرهم ومين اللي هيفتح لهم الأبواب المغلقة برضو ربنا يبقى ومن نصره إلا من عند الله هنا ان تنصر الله ينصركم اري الله من نفسك خيرا تجد من الله كل خير ربنا سبحانه وتعالى قال تاجر معايا الله حلوة جدا ربنا يبارك في حضرتك كمان نعيدها كمان اه الله يخليك نعيدها الله يخليك ربنا سبحانه وتعالى لما قال الاخرة خلاص انت في الاخرة لما قالوا اخرى تحبونها نصر من الله ما هو ايلك في الكرآن ان تنصر الله ينصر ما هو ربنا ايلك في الكرآن وما نصره الا من عند الله يبقى عاوز منك انك تنصر نفسك فوري من رب اري الله من نفسك خيرا تجد من ربك كل الخير الحمد لله خلي ربنا يشوفك خلي ربنا يشوفك في صورة اهل الصدقة وطن نفسك على ان تعطي كيف ترضى لنفسك الدون وكيف ترضى لنفسك ان تكون يدك هي السفلة لم لا تكون يدك هي العليا اللحمة الايمانية بين اليد العليا واليد السفلة هو العطاء وكن كالانصار عندما مدحهم الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة هنا حذاري لكل اب تحذير لكل اب اوعد صدق ان حضرتك المال اللي انت هتسيبه هو اللي هيغنيهم هو اللي مش هيخليهم محتاجين للناس فكرة ان انا اقم منهم الولد ببيت والبنت بتجهيزات ايه لاخيره من الامور كلها طبعا احنا مش بنقش احنا بس يعني بنقول الجزء اللي فيها التجارة افضل فين اذا ربنا مديله يعمل لهم اصور اذا ربنا مديله اكتر يجيب لهم عربي يجيب لهم اطراه يعم عيش اللي انت حاوزه لكن اعلم ان متاعها قليل وخطرها عظيم والقيامة الساعة فيها كالف ضهر اعمل حسابك انك هترجع لربنا مش انت خايف على ولادك وعاوز تأمن مستقبلهم انا هديك بوليسة التأمين الربانية مش الحاجتين بوليسة التأمين الربانية مكتوب على بابها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خلي الناس بعد حضرتك ما تموت تقولوا الله يرحم ابوهم كالراجل طيب ولاد الراجل الطيب اللي كان في ايده مش له اللي كان في جيبه كان بيديه لغيره محدش اصده ورجع مكسور الجاب الخاطر كل اللي اصده رجع مكبور الخاطر هو ده اللي يأمن الولاد صحيح صحيح فضلتك نشوف تأرير تاني مع مؤسسة فعل خير جولة تانية في ابواب الخير في التجارة مع الله سبحانه وتعالى نشوف التأرير الله اكبر الله اكبر ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم احنا طبعا نعمل على المية المطر عندنا مساجد ياما محتاجة أبار وعندنا الصحراء هنا كلها مصوبة على أبضر الشتوية والذي يحضر الطبعا تجعل مطوصا المعنى احنا هنا بنعاني من قلة المية بنعاني من ما فيش أي مصدر للمية والمسجد لنتوا شايفروا ده حضراتكم ما فيش حتى يتوضر يجري يتوضر ما عافش يتوضر الأولاد اللي هنا ما بعافوش يشرب والله حتى مش لقين بقبت يعني شربت ماء الصدقات تطفئ غضب الرب الصدقات تكفر الدم احنا عايزين ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير عايزين بير مية يكون مصدر لهذا الجانب وكلكم ان شاء الله تؤجروا على هذا العمل العظيم حظه يا بخته ويا هنان ويا مقامه عند ربنا تبارك وتعالى اللي هيعمل قبار المية هنا انا بقول قبار لان هنا التجمع كبير جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين عدد الاطفال اللي بحفظوا القرآن ربنا يبارك لهم حاجة هتفرحك انا متأكد ان فيه قشعرية هتيجى في جسمك كده زي ما حصلت لنا من اللي حضراتك هتشوفه من الاطفال الجمالي لان البير ده هنا هيخضي بالجامع ده وهيخضي من الناس اللي هنا والله احنا هنا ملاقين حتى ولا بقوا مية واحد دس فاحنا بنطلب من حضراتكم مساعدة في بناء بير والمسجد برضك يا جماعة بنعاني هنا من قلة عدم وجود دورات مياه فاحنا بنطلب من الناس المحترمة دولة انهم بس يساعدونا ان احنا نبني دورات مياه بالجامع لو فيه امكانيات وفيه احد يعمل عبار تلاقي الناس ديو كلها الحمد لله عايشها مفسوطة ومية مية بس ما فيش امكانيات الناس غلبانة وناس تعبانة مش يقين يدوبة حاجة يكلوها عشان يعملوا عبار محتاجين مياه محتاجين بيرب للجامع محتاجين مراوح محتاجين للحمامات تصيين محتاجين منبر للجامع محتاجين ميا للجامع دي افضل تجارة فضلتك المكان ده فين محتاجين محتاجين في مطروح وعشان محدش من الناس اللي هم احيانا بيشوفونا كده بيبقى عندهم سياسة غريبة كده صورنا المسجد من كل الاتجاهات انا شايف لفيته حطينا المسجد لفنا عليه واحنا كمان لازم نتأكد ان احنا عشان نعمل لحضرتك البير اللي انت بتختاره في المكان اللي انت تختاره لازم يكون في المكان المناسب لفينا حوالان الجامع ملقناش فيه قبار طب من بعيد ملقناش قبار طب انتو بتصلوا ازاي كل واحد بيجيب ازازة من البيت يتوضى بيها الله اعلم بيتوضى ازاي فيه حتب بتبقى نشفة في ايده في وشه في رجله في رأسه بيعمل ايه بيه يتوضى ازاي يبقى احنا لازم نساعد هؤلاء الناس لازم نساعدهم يتوضوا كويس يصلوا كويس يشربوا كويس يصوموا هم شبعانين مية يصحروا ويجوا يشربوا من البير ده كل ده هم هيشربوا بس مع فعل خير السهم بكامل البير مؤسس فعل خير عاملة البير ب30 ألف جنيه والسهم فيه ب5000 جنيه كما ان هي عملت الوسطة المية ب3000 جنيه عندنا النخلة سك النخيل ب5000 جنيه عندنا السهم في السقف ب5000 جنيه عندنا السهم فيه محطة المية ب1000 جنيه لان محطة المية ب150 ألف جنيه سهم في المسجد كمان في عمارة المسجد ب5000 جنيه حضرتك انوي حضرتك اتصل بالارقام اللي مثبتها على الشاشة واتصل بمؤسسة فعل خير هتجد وراءها كل الخير بإذن الله المسجد ده وغيره من الحاجات مع مؤسسة فعل خير هو ده يا فندم واخرى تحبونها واخرى تحبونها نصره ليه البركة اللي في الدنيا نصر من الله مجرد انك تنتصر على البخل مجرد انك تنتصر على الشح مجرد انك تنتصر على نفسك وتخرج هذا المال لله سبحانه وتعالى فانت من المختارين فانت من المؤمنين فانت من الخيرين الذين شهد الله لك بذلك فسينصرك الله على هموم الدنيا على هموم الدنيا كل كل من عند الله ان كان بك كربون فتصدق يفكه الله ان كان بك عسر فتصدق يبدل الله العسر يسرى ان كان ولدك مش مهدي داير شمال وكل ما تقوله روح الجامع تلاقيه في الشارع بيلعب ولا بيعمل لا انت تصدق وتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يكون من الصالحين سيجعله الله تعالى من الصالحين بنتك عندها شوية كربات بينها وبين جزها في حياتها كل يومين تيجي تقعد عندك شهر ولا شهرين تصدق بهذه النية وسيبدل الله حالها من اسوأ حال الى احسن حال واخرى تحبنها نصر من الله وفتح قريب سيفتح الله لكم الابواب المغلقة وسيفتح لكم ابواب الرزق المكنزة وسيفتح الله لكم ابواب الخير الذي كنتم تتمنون ان يفتح نصفها الله سبحانه وتعالى بعد التجارة معه سينصرك وسيفتح لك فيه بقى معلومة عشان حضرتك انا بقولك عليها حضرتك لازم تعمل صدقة لنفسك حضرتك عملت كتير اوي للولاد وبتساعدهم كتير اوي ساعدهم وديهم وربنا يديك وربنا يجعلهم اغنى الناس وربنا كمان ما يحوجهمش الحد بس سوعة تنسى نفسك لانك لو نسيت نفسك من صدقة تعملها الحضرتك وانت موجود ربما ولادك ينسوك بعد ما تموت وما يعمللكش صدقة واسمح قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة انت تصدق وانت صحيح شحيح تبغي الغنى وتخشى الفقر وبيتقول انا هسيب عيالي انا قلت لك طريق التأمين ان هم يشتركوا تعمل لهم وصل تأمين في شركة الله الخيرية يعمل ايه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة مش اترك ليهم مات طيب تعالى لما دخل العالم على الخليفة المنصور ودخل عشان يبارك له بعد ما انتخب خليفة فقال لمن حوله قال لهم جه هازم الله هيخلي يومنا وهيعيطنا وهيقعد يوعزنا وهيقعد زي حضرتك بتتكلم مع واحد يقولك ايوة اعمل لي بقى فيها شيخ فخلاه داخل عليه وقال له عزنا يا شيخ فقال له بما سمعت ولا بما رأيت او عزك باللي انا سمحته ولا باللي شفته قال له باللي شفته قال له والله رأيت عمر بن عبد العزيز له احد عشر ولدا ومات وله ثمانية عشر درهم كل اللي عنده تركته تمنتاشر درهم كفنا في خمسة واشتروا له مكبرة باربعة يبقى تسعة من تمنتاشر فاضل تسعة تسعة دراهم اتوزعوا على الاحداشر عيل من ولاد عمر بن عبد العزيز والتاني هشام بن عبد الملك لما مات احدى زوجاته الاربعة يعني كان متجاوز اربعة ورست ثمانين الف درهم ثمانين الف فاربعة ده التمن بتاعة تركة السيل الاموال السيلة بس بيقول له الشيخ بيقول له ورأيتهم بعيني في يوم واحد عمر بن عبد العزيز ابنه يحمل على مئة فرص في سبيل الله وابن هشام بن عبد الملك يمد يده للناس لحوالله طيب استاذناك نشوف تأرير تاني لتجارة رابحة مع الله في مؤسسة فعل خير إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يا عباد الله أنتم الآن تنظرون ونحن في بيت من بيوت الله الله أكبر الله أكبر أشهد لله أقول لكم السقف بيقع ما انتمش بسدقين أقول لكم بدون دهان انتم شايفين المسجد دهان مسجد آهل السقوط المسجد محتاج إحلال وتقديد يحتبر يعني يعني الصقف حيقع الخرصانة هي المسجد خلاص يحتبر متهالك يعني زي إحنا ما بنقوله فياريت نتمنى من أهل الخير تبرع وكل واحد يساهم على قدر مستطحته المسجد محتاج إحلال وتقديد محتاج خرصانة محتاج يعني ضميرك يرضى أن بيت ربنا يكون كده لا تأخذ شيئا من دنياك إلا خيرا فعلتها إلا صدقة قدمتها ومسجد على شارع رئيسي ونازل فيه تجمع كبير ونازل فيه صلاة جمعة وفيه الصلاوات الخامسة والمسجد محتاج صيانة كاملة ومحتاج بير مية نتلمنى من أهل الخير ما يبخلوش على المسجد محتاج كهرباء ومية وفرش وهو الموجود في تجمعنا ونصلي فيه احنا محتاجين بلاط محتاجين محارة عايزين مية عايزين بير مية ما كش بير مية لقامل يعني الناس تجينا عايز يتفضل ما لقوش مية خارج أيام البركة أيام النفحات أيام رمضان الحسنة فيها يعطيها الرب سبحانه إذا أنفقت أنت على قدرك فانتظر إنفاق الله عليك على قدره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فاضلتك المسجد ده فين؟ المسجد فيه مطروح فيه صحراء مطروح مسجد حصل فيه شأ وتقريبا تهدم يعني السقف تنكيس واضع فيه تنكيس الكامير بتاعه تكسر الجدران مشرخة هم فرشين الفرش بتاع المسجد قدام المسجد بيصالوا في الشارع بيصالوا في الشارع طبعا كايفين جدا أن هم يخشوا المسجد ممكن يقع عليهم تحصل كارثة ربنا سبحانه وتعالى يقمنهم لحد ما نوصل لهم إن شاء الله ونعمل لهم المسجد من أول وجديد تاني المسجد ده عاوز إحلال وتجديد عاوز هو مش كبير يعني هو مش ربع ميت متر هو كله ميتين وخمسين متر ميتين وخمسين متر كل احتياجنا من الحديد تلاتة طن حديد بمئة ألف جنيه مثلا وزيهم زلط ورمل ومش عارف قد إيه أسمنت ممكن يشتروهم وهم يجبوهم للمؤسسة اللي يجيب حاجة يجيبها واللي يجيب فرش نشيله على رأسنا ونوديه هناك اللي يجيب أي حاجة للناس اللي هناك دول المؤسسة مستعدة إن هي تقوم مكانهم بدور إن هم موجودين ونوصلها بإذن الله تعالى للمستحقين في مطروح أو في بانسويف أو في الفيوم أو في أي مكان إن شاء الله نروح مع الناس اللي بيشوفونا مع الجمهور اللي هو بتابع البرنامج أبواب الخير الجميل عاوزين منهم يتعاملوا معانا بصدق اللحظة اللي بتشوفه فكر فيه وعلى طول شوف الشاشة واخد لقطة بالموبايل بتاعك واتصل على التليفون وقول أنا من حتة فلانية هبعت لحضرتك المندوب لحد البيت لحد البيت هيوريك الكرنيب بتاعه هيديك إيصال مختوم من المستساق هو لازم حضرتك هيجي عشان يفتتح المشروع اللي هو عمله بنفسه إذا ما جاش احنا بنبعط له لوكيشن بالمنطقة وصور من كل أرجاء المشروع اللي هو عمله سواء كانت وصلة مية أو بير أو نخلة أو سقف أو خلافه حتى يطمئن بإذن الله تعالى أن صدقتها وصلت إلى مستحقيها بإذن الله فضلتك إحنا إن شاء الله كل المأمول في جدولته مع فعل خير في رمضان يتم بس نذكر الناس بيهم إيه اللي إحنا نأمله بإذن الله في تجارة رابحة حلقتنا النهاردة موضوعنا باب الخير التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى نبشر كل أخوانا وكل أسيادنا وسيداتنا وأمهاتنا كل الناس اللي اتعاملوا معنا قبل رمضان ما جاش يوم واحد ورمضان إلا كانت صدقتهم تعمل بكفاءة عند المستحقين عشان كده بدأنا مرحلة جديدة في العمل على فكرة حضرتك إحنا انتهينا في بنسويف آخر بير كان 1556 1556 ما شاء الله بير خلصناهم كل يوم بير بياخد تلاتين أو أربعين يوم على المستحقين أربعين يوم بتلاتين ألف جنيه أربعين يوم وتلاتين ألف جنيه طيب دلوقت عملنا إيه أطلقنا حملة جديدة خمسمائة بير خمسمائة وصلة مية خمسمائة سقف عندنا أربعين مسجد في مطروح عاوزين ما بين الإنشاء وما بين التشطيب ما بين الإنشاء كله إحلال وتجديد وما بين التشطيبات تشطيبات من كهرباء الفرشي لسباكة لسراميك لديهان لغفاء حوائط هذا المساجد اللي هي مسقوفة وهناك عندي خمس مساجد ما هماش مسقوفين محتاجين إن شاء الله نخش بدماغنا في الاربعين مسجد دولت حتى ننتهي منهم بإذن الله محتاجين أربعين بير في مرحلة أولى في بانسويف محتاجين خمسة وعشرين بير في مطروح محتاجين ميتين وصلة مية محتاجين ميتين سقف محتاجين سبعمائة نخلة بقيين من الألف وخمسمائة نخلة سك النخيل بخمس تلاف جنيه وبإذن الله تعالى أنا شايف النهاردة الجو بقى أحسب من الأيام اللي هي بدأ يرجع تاني إن كنا خلاص استبشرنا خيرا وقلنا في شهر ثلاثة موسم السخونة مع النخل لازم 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 الأرض تدفى عشان لما حط النخلة ما تموت شي إنما ممكن أخذ من حضرتك ونت بتقول لي عملها دلوقتي حالة ممكن أعملها دلوقتي حالا بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة تموت يبقى ما عملتش حاجة يبقى لازم إحنا عندنا اللي بيزرع النخل مهندس من البحوث الصراعية محدش فينا بيقول له نزرع إمتى ولا لأ يقول عندك قد إيه أقول له أنا عندي 1500 نخلة يبقى يقول لك أنا جاهز هنزرع يوم كذا فبالتالي بنروح نعلن على الناس إن احنا هنزرع اللي عاوز يشرفنا في زراعة النخيل قبل ما يخدم عايزين نقول نفع حلوة في الصورة أو الآية اللي كانت في صورة الصف هل أدلكم على التجارة إلى آخرة إن صورة الصف دي آياتها 61 آية وإن الصورة دي بيعتبر خاتمة كل شيء خاتمة الرسل بتقول كده خاتمة الرسل خاتمة الرسائل خاتمة الأنبياء خاتمة أو متممة كل شيء فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى لا بيقول لك تجارة فبيقول لك تجارة رابحة دنيا وآخرة ماذا نقول عن صورة الصف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويعلمنا الكرآن ويجعله لنا شفيعا في شهر الصيام اللهم أمين يا رب العالمين صورة اسمها صورة الصف كونوا صفا واحدا صورة اسمها صورة الصف الصف المعوج لا ينظر الله إليه الصف المستقيم ينظر الله إليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم استووا اقتلفوا القدم في القدم والكاتف في الكاتف يبقى كده النبع عليه الصلاة والسلام عاوز الناس كلها صف واحد لا يشز عن هذا الصف إلا والعياذ بالله من نسأل الله له أن يعود في صفوف المسلمين تقل الله رب العالمين وكونوا صفا واحدا كونوا صفا واحدا سندن لبعضكم البعض يحمدكم الله ويحمدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرح بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قابلناه يوم القيامة ندخل تحت لواء يا رب أمتي أمتي يا رب فضلت الشيخ إبراهيم الدسوي من علماء الأزهر شهيف شكرا جزيلا لنا احتراك نورتنا يا فندم نشكوكم على حسن المتابعة ونترككم في حفظ الله وأمنه إلى اللقاء في أبواب الخير مع السلام متجاوكم على صفا واحدا 1 1 2